إذن لا هم يعلو اليوم على هم الوباء هكذا بات حال عالمنا اليوم وهو يتلمس درب نجاة من الفيروس وتحوراتها وآخرها إعلان السلطات الصحية الفرنسية اكتشاف سلالة جديدة سمتها عدم مقدرة الفحص الاعتيادي على كشفها هذا الكشف الفرنسي غير المحمود يأتي في وقت تشهد فيه أوروبا موجة ثالثة مصحوبة بمخاوف تعثر برامج التطعيم إثر الحديث عن أعراض جانبية للقاح أسترازينيكا البريطاني وهي مخاوف تنفيها لندن بتأكيد رئيس وزرائها بوري جونسون على الثقة بمأمونية أسترازينيكا ومضي بلاده باستخدامه في برامج التطعيم وبين تحور فرنسي وتأكيد بريطانيا تكابد إدارة الرئيس الأمريكي جو بادن للتغلب على الوباء بتعزيز حزم الدعم المالي للمتضررين بمنبالغ يقدرها خبراء بأنها اقتربت من مقدار ما أنفقت الولايات المتحدة في كل حروبها في ملفنا الأول نعرض لآخر تطورات الوباء وتحدياته ولكن بداية يضحنا كالعادة سلطان القيسي بصورة اللقاحات وما تحمله من أمال التعافي ومخاوف التقهقر إذن جذر المثار على أسترازينيكا رغم أن وكالة الأدوية الأوروبية تؤكد وتوصي باستبارية أن يعطى للجميع في إطار التطعيم العالمي أو حملة التطعيم العالمي كذلك خبراء منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة الفرنسية كشفت اليوم السلطان عن سلالة جديدة يتعذر الكشف عنها بالفحص الاعتيادي أو ما يعرف بالPCR نعم طارق الأزمة إذن ما زالت محتدمة من طرفين الطرف الأول هو التحورات هذا الوباء التي ما زالت آخذة بالتسارع يوما بعد آخر هناك سلالات جديدة تظهر في كل أنحاء العالم خصوصا بعد ظهور التحور البريطاني أو ما يعرف بالسلالة البريطانية من الجانب الآخر هناك مخاوف تتعظم من لقاحات تم اعتمادها سابقا وهنا نتحدث عن أسترزينيكا ولكن ثمت أدلة علمية قاطعة على مأمونية هذا المطعوم وهو ما يطرح أسئلة عديدة سنحاول الإجابة عنها معا الأزمات التي انبثقت من كل مكان بعد التوصل إلى لقاحات ناجعة في مواجهة فيروس كورونا ليست أقل بكثير من تفشي الفيروس نفسه خصوصا وأن لكل منها أسبابا يصعب تجاوزها من الحقائق العلمية إلى المؤشرات الاقتصادية ومرورا بالمضائق اللوجستية فيما تلعب السياسة في خلفية المشهد واحدة من ألعابها المكررة سبع سنوات إذن ما يحتاجه العالم للتعافي إذا نجح في تجنيب الخلافات والاستمرار على وطيرة واحدة في التلقيح لعل أبرز التجارب المتعلقة بحملات التلقيح لهي التجربة الأمريكية إذ توفرت في عهد بايدن الشروط جميعها فبعد أن جرت حملته لتطعيم مائة مليون أمريكي خلال مائة يوم كما أراد أعلن عن سلسلة خطوات لتسريع عمليات التلقيح في جميع الولايات كما أمر بالرفع التدريجي للقيود العمرية ليصبح التلقيح أو يصبح المطعوم متاحا لكل أمريكي بحلول الأول من أيار المقبل مشددا على أن المعاركة أبعد ما تكون عن النهاية وسط تحذيرات الأطباء من موجة ثالثة تضرب شواطئ الأطلسي الشرقية أكثر من ثلاثمائة مليون شخص حول العالم إذن تلقوا جرعات أو جرعات من لقاحات كورونا على اختلافها في أوروبا وبرغم تقديم المفوضية الأوروبية طلبات شراء لما يزيد على مليار جرعة من اللقاحات المصرحة باستعمالها في دول الاتحاد الأوروبي ثم تعترافاتهم بتردد المفوضية وأخطائها الاستراتيجية عند شراء تلك اللقاحات تسببت في انزعاج أو انزعاج دول من مستوى التوزيع وتنوي السلطات الأوروبية إطلاق خدمة جواز السفر الأخضر لتسهيل التنقل داخل بلدان الاتحاد قبل العطة الصيفية وهو شهادة رقمية أو ورقية تؤكد أن حاملها تلقى اللقاحة أو أصيب وتعافى وبتعدد أنواع اللقاحات يفاضل بعض الأشخاص والجهات أحيانا بينهما إلا أن رأيا علميا وازنا يقول بأن اللقاح الجيد هو اللقاح المتوفر في ظل موجات التفشي الواسعة التي يشهدها العالم وتهدد الأنظمة الصحية وفي هذه الأوقات أعلنت حوالي 15 دولة أوروبية عن تعليق استخدام لقاح أسترزينيكا أكسفورد البريطاني لتسببها بتجلطات لدى عدد محدود من متلقيه في حين أكدت الوكالة الأوروبية للأدوية قناعتها التامة بفوائد أسترزينيكا في ضوء إحصاءات تقول إن 17 مليون شخص تلقوا اللقاح مقابل 37 تقريرا فقط وردت عن مشكلات تفيد بحدوث جلطات دموية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قاطع الحديث العالمية حول مشكلات لقاح أسترزينيكا بخطاب قال فيه إن جميع البحوث تفيد بأن اللقاح آمن في تدخل بدى مفاجئا إلى حد ما خصوصا مع ظهور تقارير ذكرت بأن التخلي الأوروبي عن اللقاح البريطاني يرتبط بشكل ما بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما خلفه ذلك من آثار على اقتصاد الاتحاد وبالاتجاه شرقا فإن اللقاح الروسي سبوتنيك في يواصل بسط نفوذه على نطاق واسع تجاوز الحديقة الخلفية لروسيا وهنا يبرز السؤال المتعلق بدور السياسة في تصدير اللقاحات أو إسقاطها وفقا للتوافقات والخلافات إذن طارق مزالة التقارير تؤكد سلامة المطعوم أو اللقاح البريطاني أسترازينيكا أوكسفورد وهذا أهم ما في الموضوع بالنسبة إلى الناس اليوم وهم يتجهون إلى مراكز التلقيح في كل مناطق العالم ويعني تقدم لهم السلطات هذا اللقاح فهذا السؤال ربما الأهم الذي يشغل بال أغلب الناس في جميع أنحاء العالم ولكن هناك تقارير أيضا تفيد بأن قد يكون هناك أسباب سياسية واقتصادية متعلقة بإحجام دول أوروبية عن اللقاح البريطاني وتربط ذلك ببريكزيت وما تركه من أعباء اقتصادية على المتحة لكن العلم دائما ما يتدخل كما ذكرنا وكالة الأدوية الأوروبية ربما ستحسم الجهود القريبة لكنها ما زالت توصي باستخدامه كذلك خبراء منظمة الصحة العالمية البيانات المتوفرة عن الشركة النسبة بينما وقع من تجلطات ومضاعفات جانبية إلى ملايين ممن طلقوا هذا المطعم إلى جانب مطعيم أخرى وأيضا في هذا الإطار ليس تم تلقاح أو علاج أو أدوية دونما أن يكون له آثار جانبية سلطان القريسي أنا دائما أشكرك على كل هذه المعلومات والإضاحات سنتفق الآن مباشرة للمزيد من النقاش والتحليل والفهم العلمي من أطباء نستضيفهم الآن إلقاء الضوء على أثر ذلك على المجريات القائمة حاليا على اللقاحات على تفشي الوباء على المنحيات الوبائية وأننا في هذا العالم من التصدي لهذا الوباء الشارس شكرا لك سلطان القريسي دائما على كل المعلومات أذهب مباشرة الآن إلى العاصمة البريطانية لندن معي من هناك الدكتورة مايس عبسي الأكاديمية والباحثة في علم الأدوية واللقاحات ورحب ضيفي من تشيكاغو الدكتور محمد زاهر سحلول أستاذ الأمراض الصدرية والعناية المركزة رئيس منظمة ميد جلوبل الأمريكية كذلك من ليون الفرنسية الدكتور يحيا مكي رئيس قسم الفيروسات التنفسية والسرطانية بالمحهد الطبي الفرنسي أهلا بكم جميعا دكتورة مايس من لندن سأبدأ معك أستروجينيكا أوكسفورد يثير جدل هناك أكثر من دولة أوروبية قامت بتعليق مؤقت لاستخدام هذا اللقاح هل الأمر من وجهات نظرك دكتور مايس مبالغ فيه أم أن اللي يقضى من اللقاحات لها ما يبررها مساء الخير وشكرا للإستضافة وشكرا للإلي عم بتابعنا ولي ضيوفك الكرام دكتور محمد ودكتور يحيا الآن بالنسبة للقاحات الشيء اللي عم نسمعوها هذا بالعكس لازم يكون مطمئن للناس لحتى يعرفوا أن الموضوع مراقبة اللقاحات مراقبة شديدة جدا وما فيها أي تهاون لازم نعرف أن اللقاحات مرت طبعا بتجارب سريرية أولى وثانية وثالثة ولو نحكي على لقاح أسراء زينيكا أو لقاح أكسبردمر بتجارب السريرية الثالثة تضمن تقريبا 60 ألف شخص لم تسجل حالات أنه إصابة شديدة أو خطيرة أو حالات تخسر لكن فيما بعد في عنا مرحلة نسمي المرحلة السريرية الرابعة اللي هي بتستمر فيها مراقبة اللقاحات وتسجيل أي أعراض جانبية سواء عادية أو خطيرة وفي عنا شيء اسمه أيضا السيفتي سيجنال اللي هي عبارة عن مجموعة يعني عبارة عن بيانات بتم جميع دول الأوروبا بتم تسجيل أي أثار جانبية ولمن توصل لمرحلة أنه بيعتقدوا أنه فيه أي خطورة أو شيء يستدعي القلق فمباشرة بتم التحرم وهذا الشيء اللي صار في موضوع اللقاح هذا اللي سمعناه هو شيء إجراء احترازي قامت فيه بعض الدول لكن حتى الآن حسب منظمة الدواء البريطانية وجي سي في آي اللي هي عبارة عن خلينا نقول الجهة المعنية بتوزيع استراتيجيات اللقاح في بريطانيا وWHO مرضمة الدول الأوروبية كلها عم تأكد حتى الآن أقول أنه ما في علاقة ما بين اللقاح وما بين الخطرات الدموية السبب في ذلك أنه نسبة حدوث الخطرات الدموية المرتبطة حاليا أو عند الناس يأخذوا اللقاح لا تتجاوز الحد الطبيعي سواء بشكل عام خلينا نقول بشكل طبيعي يعني عند الأشخاص اللي ما بيأخذوا اللقاح وأيضا لا تتجاوز الحد اللي هو فوق المسموح فيه بالنسبة للقاح أسر سنكا أو بالمقارنة مع اللقاحات الأخرى يعني نحن لو أخذنا مثلا حوادث الخطرات اللي صارت في عنا 30 حالة بالأصل خمسة مليون شخص أخذوا اللقاح بالأحوال العادية نحن نسبة حدوث هذه الخطرات عادة خمسة إلى كل ألف بالسنة يعني نحن إذا كان اللقاح هو السبب فمفروض أنه نحن ننظر على رقم تقريبا 300 شخص على الأقل لكن هذا الشيء لم يسجل هذه أول نقطة النقطة الثانية بتم دائما وزن أنه يا ترى هل فوائد اللقاح تفوق المخاطر حاليا أكيد تمام حاليا أكيد الجواب القطعي دعم لأنه اللقاح بمنع الوفيات اللقاح بمنع الإصابة الشديدة وتستعد دخول المشفى اللقاح حاليا هو الوسيلة الوحيدة في وجه السلالة أو خلينا نسمي الفيروس المتحور البيوان وان سيفن اللي نحن في بريطانيا حاليا تم السيطرة نحن هلأ نزلنا خلينا نقول من الموجة اللي صارت لكن أوروبا للأسنفية في تصاعد وتصاعد وتزايد وسريع فما أعتقد أن هذا هو الوقت الصحيح أن أوروبا تقوم بإيقاف اللقاح لكن أكيد موضوع التقصر رح يكتم بشكل مستمر نعم دكتور زاهر يعني بشكل عام بدون حديث عن سك أسروزينيكا أوكسفورد بشكل مباشر عندما تكون الأدلة غير مؤكدة هل يجب اتخاذ القرار على أساس المبدأ الوقائي التوقف والمراجعة الحقيقة سؤال صعب يعني خاصة فيما يتعلق بلقاح الكوفيد وموضوع تسييس الكوفيد واللقاح بشكل عام موضوع التدخل السياسي كما ذكر الأخ سلطان في الموضوع موضوع تصارع الدول حول تسويق اللقاح الأفضل هذه الأمور كلها تتدخل في هذه المواضيع كما ذكر التقرير الدكتورة ميز استفادت في الموضوع بس للتنبيه لموضوع بسيط جدا أنه إثارة الرعب في الناس أسهل من بث الإطمئنان يعني وقد يصير في عنا تقرير حول بعض التأثيرات الجانبية المحتملة اللقاح الأسترازينيكا وأي اللقاح ثاني ممكن يؤدي إلى آثار جانبية معينة مثل الخثار أو الصم الرئوي إزالة أو بث الإطمئنان في الناس بعد إثارة هذه الأنباء صعب جدا وحاليا 15 دولة أوروبية أوقفت اللقاح طبعا للتأكد من أن الأمر آمن وسلام كل المؤشرات الصحية كما ذكرت الدكتورة ميز أنه الخثارات الناجمة يعني لقاح الأسترازينيكا ليست هي أكثر من الخثارات التي تحصل في الحالة الطبيعية يعني نحن في الولايات المتحدة الأمريكية أخي العزيز عندنا 900 ألف حالة خثرة رئوية أو صمة رئوية سنويا 900 ألف من دون أي لقاحات نسبة الإصابات العادية حوالي 100 إصابة كل 100 ألف شخص يعني في المليون تقريبا ألف إنسان بالعالم بشكل عام يصابوا بالخثارة الرئوية اللي هي خثرة تبدأ في الأورد في القدمين أو في الساقين ثم تنتقل إلى الرئة طبعا قد تؤدي إلى الوفاة فهذا أمر يعني خطير ويعالج بمميعات الدم نسبة الذين أصيبوا بالأسترازينيكا بالخثارات أقل بكثير من النسبة الطبيعية فلا حاجة لبث القلق لبث الرعب في الناس طبعا يعني بعض الدول يعني اختارت أن توقف إعطاء اللقاح وباعتقادي أنا هذا الأمر خاطئ لأن الفيروس كما يعرف الجميع قد يؤدي إلى الوفاة والآن في الجائحة الثالثة الموجهة الثالثة في أوروبا دول مثل إيطاليا مثل ألمانيا أغلقت الأعمال بسبب الجائحة الثالثة فإعطاء اللقاح حاليا أولى من تخويف الناس بسبب احتمالات نظرية أن هناك تأثيرات جانبية هذا الأمر الذي ننتبه إليه ولكن الموضوع أن موضوع لقاح الكوفيد وأثارته الجانبية تحت المايكروسكوب بسبب السوشيال ميديا بسبب التسابق السياسي وهذا أمر لا يمكن التسيطرة عليك هنا دكتور يحيى مكي من فرنسا حتى الآن لا يوجد أي تفسير بيولوجي يربط ما بين وقوع الجلطات وتلقي اللقاح مساء الخير لك وتحياتي للأستاذ معايس والأستاذ محمد زاهر وأشكرهم على التوضيحات العلمية والطبيعية لا يوجد حاليا لكن كله في طوق التحري وتوق الخبراء سواء الخبراء أوروبيين أو خبراء المنظمة السحة أو حتى البريطانيين في التواصل هو ليس قطع ما بين علاقات ما بين العلماء البريطانيين أو بريطانيا والباقي الدول 27 أوروبية وأنا لا أظن بأن أزمة سياسية بريكزيت الاتحاد الأوروبي يريد أن ينتقم من بريطانيا بل العكس الذي كان سعد وأتى في النجدة إلى الدول الأوروبية هي بريطانيا معهد أسترازينيكا وأشفر بهذا اللقاح فرنسا لحد الآن لقحت ما يفوق تقريبا 500 ألف شخص بالأسترازينيكا هل عدد الوفيات كثير في الأسترازينيكا في فرنسا لا سيدي هل عدد الإصابات كثير لا أقل من 3000 حالة سجلت كأضرار خفيفة الحمى أضرار في الإبر في بعض الحالات ربما عند الذين لهم أمراض مزمنة لم نتحرم من هذه الحالة التي نشرت سواء في السويد أو نورويج أو دولة أخرى أوروبية هل أثبت بأن عندما أعطينا اللقاح مكونات اللقاح التي سببت هذه المكونات التخطر في الدم والضرر في الجلطة سواء دماغية أو في الرئة أو لا سيدي لحد الآن وكذلك لماذا 12 دولة فورا أوقفت الأسترازينيكا فهذا ما فسروا الأستاذ محمد زهر التخوف من التواصل الاجتماعي وكل هذه الوسائل فالدول ربما أرادت أن تقوم بأخذ قرار وقائي واحترازي كما ذكرت سيدة مايس حتى لا ندخل في مشكلة عويس وننسى بأن نحن فرنسا مثلا السيد ماكرون أخذها القرار لكي يحمي شعب فرنسي لكن منذ بعد سنة لنا انتخابات رئاسيات فنعم الدور السياسي يتغلب كذلك ويتدخل في هذا الشأن لكن اليوم إذا ظهر هذا التخوف فالاتحاد الأوروبي تربطه شراكة وتربطه علاقات في كل القرارة الاقتصادية السياسية والصحية فبينما اليوم نحن الرئيس قرر وقف أستراتيليكالي وقف مؤقت اليومي حتى تستنتج خلاصة اللجنة التحقري من المنظمة الأوروبية للأدوية فقررت اليوم مساء الممثلة بأنه تعطي النتيجة النهائية يوم الخميس فسوف يستمر هذا الوقف يوم الخميس لكن أنا عندي يقين بأنه سوف نعود إلى أستراتيليكا كاللقاح لأنه اللقاح كما ذكر الأساتذة مفيد ولستنا ما فرر ما الذي نعوذ به أستراتيليكا اليوم لكن نعرف أن اليوم في فرنسا سيد الكريم عندنا 30 ألف حالة جديدة في الإصابات بالكوفيد بالنسخة البريطانية وظهور نسخة جديدة فرنسية في شمال فرنسا وعندنا 4200 شخص في العناية المركزة والإنعاش وعلى الوفاءة كثير فما الحل وماذا نعرضه على المواطن الفرنسي والأوروبي هل لا نلقح ونترك الفيوس ينتشر بسرعة شديدة والإصابات كثيرة وربما سوف يكون فيها تقع على الأنظمة الصحية والتدور الأنظمة الصحية وعلى الوفاءة كثير وأما نلقح مليون شخص كما أعطانا الإحسائية سيد مهد محمد ونعطي نلقح مليون ونكون عندنا ربما عشر إصابات فما هو الحل فالحل علينا من العلم وأقل الضررين أقل الضررين هو نلقح ونجعل مراقبة دوائية يعني قريبة جدا وقوية حتى نحمل أشخاص الملقحين طب دكتور ريحة على ضوء ما ذكرته في موضوع اكتشاف سلالة جديدة في فرنسا اليوم الفحص البي سي آر الاعتيادي أظهر نتائجة صلبية لدى عدة من المرضى هل لدى يعني لابد من فحص أكثر عمقا وضيقة أخذ عينات ربما من الدم أو عينات من عمق الجهاز التنفسي أحسن هو آخر إجابتك هي الأحسن نحن عندنا خبرة سيدي كان في المخابر للفينولوجيا أنا كنت سنويا عندما يعودون المعتمرين من مكة والمديرة المنورة أو الحجيش كان عندنا كل مرة نقوم بالتحاليل وفي نفس البي سيار نبحث تقريبا على سبعة أو عشر بكتيريا وثمانية أو عشر فيروسات وطفيليات في نفس التحاليل عن طريق الأنف ومنذ سنين كنا نحرص أن ذاك المارس المتلازمة التنفسيش القوسيطة التي تترقل عن طريق الجمل الكورونا فيروس وكنا نحسن فأنا ذاك وجدنا فيه أشخاص في الأنف الحنجرة لا نجد الفيروس لكن في الخلايا في القصبات في الرئى العنق نجد الفيروس موجود ويتكاتل ببطء وفيه المرض فهذه عندنا الخبرة بالنسبة لهذه النسخة الفرنسية الجديدة التي اكتشفت وهو الفيروس من قسم عشرين سين لأنه فيه أقسام عشرين يعني من نوع فالتغير هو أنه تغير فيه تم تغيرات في البروتين هذه الغلافية السبايك نعم ففيه تقريبا تم تغيرات في نفس المكون فحاليا هو كذلك في طوق الدراسة في محاة باستور في باريس لأن المخبر الذي أنا أعمل فيه نحن الذي حددنا في المخبر ولنا منشور علمي بأنه التغير للنسخة البريطانية بأنها دخلت أوروبا لكن هذه النسخة فرنسية محظة حاليا وجدنا بأنها قليلة الانتشار ونفس الإشارات المرض وعالمة المرض لكن هل هي أكثر قتلا وأكثر شراسة هي في طوق الدراسة لكن أنا من ناحية العلمية الشخصية بأنه يكون أقل ظرا لأنه لا نجده في الأنف وفي الفن ونعرف الفينوس إذا أراد أن يتنقل بسرعة عليه أن يكون في الندى وفي القطرات المائلة التي تخرج عن طريق الفن والأنف فربما يكون أقل انتشارا وحاليا وجد إلا في مستشفى لكبار السن وكله في طوق الدراسة حاليا فلا خوف وهذا ما يؤكد لنا كما ذكرت سيدة مايس علينا أن نلقح بكثرة حتى لأنه كل من تلقى اللقاح والتطعيب له أسام مضادة ضد مقونات هذا الفينوس حتى وإن تغير فالذي يأخذ هذا التطعيب وعنده أسام مضادة فالذرر يكون أقل والوفية تكون أقل إن شاء الله دكتورة مايس لنبدأ عن موضوع أسر زينها أوكسورد وليتحدث عن لقاحات والألية العمل والعدوى في هذا الإطار تساؤلات كثيرة تطرح في هذا المجال إذا ما أصيب شخص ما بفيروس الكوفيد بعد التطعيم بوقت قصير فهل ذلك بسبب اللقاح أم بسبب ربما فشل اللقاح وهذا أمر ربما نادر الحدوث أو ربما بسبب ظهور العدوى قبل أن يحظى اللقاح بفرصة للعمل الآن بالنسبة للشيء اللقاح لا يسبب المرض لأنه اللقاح لا يحتوي على الفيروس حتى اللقاحات التقليدية اللي مثل اللقاح مثلا ساينوفارم وساينوفارك الصيني وهو عبارة عن الفيروس نفسه مسبب للكوفيد لكن بيتم تعطيله يعني خلالي نقول ولو أنه كلمة 100 دقيقة ميت يعني ما بيسبب مرض أما بالنسبة للقاحات الأخرى فهي عبارة بتكون جزء من البروتين الشوكي هنتوق المنشوف على سطح الفيروس جزء منه بسيط فقط أو المعلومات الخاصة باصطناعه يعني بمعنى أنه ما في عنا الفيروس يعني ما ممكن اللقاح يسبب المرض لكن السبب أنه الأشخاص بعض الأشخاص هذا السؤال كثير تكرر أنه مثلا أخذ اللقاح اليوم الجرعة الأولى وأصيب بالمرض بعد أسبوع هون لازم نفهم نقطة كثير مهمة أنه اللقاح هو ما ندوى يعني ما بيعطي التأثير بشكل مباشر اللقاح لما بيعطي الإنسان بيعنا فكترة حتى تبدأ الاستجابة المناعية بالتشكل عادة بشكل وسطي من 14 يوم فما فوق وببعض طبعا الحالات حسب اللقاحات يعني ممكن تبدأ المناعة أو يعطي مناعة كافية اعتبارا من اليوم الواحد وعشرين إذا كان جرعة وحيدة أو بيحتاج إلى جرعة داعمة في اللقاحات اللي هي جرعتين لذلك إذا الشخص أصيب فهذا يعني أنه ممكن الشخص كان عنده إصابة خلينا نقول في اليوم اللي هو أخذ اللقاح أو حتى بكم يوم قبل اللقاح لكن ما كان تظهر عليه أعراض السبب لأنه نعرف أيضا أنه حتى الشخص قبل ما تظهر عليه الأعراض الوايروس بيكون خلينا نقول يتضاعف أو يتكاثر بالجهاز التنفس يعني بالأنف بيضل بهالشكل لدة 3 أيام وبعدها بتظهر الأعراض ففيه احتمال أنه يكون هذا هو السيناريو طبعا بالشكل المتحور الجديد البدة الزمنية إذا أننا نحن الوسطي بالنسبة للشكل الأصلي أنه ما بين الفيروس الضعف بالأنف وبعدها تظهر الأعراض الوسطي كلها 8 أيام بالنسبة للشكل المتحور الجديد بتوصل إلى 13 يوم يعني كله تمتد الفترة الزمنية أطول لذلك موضوع العدوى بالنسبة للشكل الفيروسي البريطاني أكبر فالجواب لا هذا الإصابة المرضية قطعا ما هو سبب اللقاح وإنما كما ذكرت ممكن يكون إصابة بالفيروس قبل ما يأخذ الشخص اللقاح وبالنسبة لكن هنا الشيء الكثير مهم أيضا نركز عليه أنه الشخص حتى لو أخذ اللقاح ما لازم يكون فيه عنده إحساس أنه هو آمن يعني أنه يتصرف بشكل طبيعي يجب أنه يستمر بإجراءات الوقاية يعني الماسك والتباعد وتهوية المكان وغسل اليدين والعزل عن الأشخاص اللي عندهم أعراض لأن حتى يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس ومثل ما ذكرت لأن حتى نعطي وقت لجهاز المناعة بشكل كافي لحتى يكون يعني على أتم استعداد لمواجهة الفيروس إذا أخذنا بعض الأمثلين مثلا بالنسبة للقاح فايزر ممكن نحن هنا عم نحكي لمدة شهر يكون الشخص تماما صار جهاز المناعي جاهز بالنسبة لمدرنا 44 يوم بالنسبة لأسرازينيكا ممكن يوصل لأربع أسابيع يعني بشكل عام المبدأ أنه الشخص لازم يتصرف اللي بيأخذ اللقاح كأنه لم يأخذ اللقاح من ناحية الوقاية طيب دكتور زهر متى ينصح ربما باستخدام الأسبرين أو الأدوية المضادة للتخثر ولأي فئات عمرية أو لمن ربما يعاني من بعض الأمراض المزمنة ويجب عليها أن يواصل باستخدام ربما الأسبرين أو تلك الأدوية التي توصف مضادة للتخثر السؤال المهم الحقيقة بس لا داعي لاستخدام الأسبرين أو مميعات الدم بشكل وقائي بالناس اللي بدون يقضي اللقاح مثل ما ذكرت ما في أي إشارة علمية لحد الآن أن اللقاح بيؤدي إلى زيادة نسبة الخثار الوريدة ولازم نفرق بين نوعي من الخثارات الخثار الوريدة اللي هو الريبورتس عليه اللي هو الصمي الرئوي اللي بتبدأ بصمي وريدي وهذا علاجه أو الوقاية منه ليس الأسبرين الأسبرين ما بيأثر عليه أبدا مميعات الدم اللي ممكن بتعطى للعلاج أو للوقاية هي الهبرين أو الالكويس أو زيرالتو أو الورفرين اللي هي مختلفة عن الأسبرين الخثار اللي بتتكلم عنه أخي العزيز طارق هو الخثار الشرياني اللي بيصير وإذا بيصير الإنسان عنده جلطة في القلب أو جلطة في الدماغ فبيعطوا أسبرين لمنع تجلط مرة تاني وهذا ما نموجود حاليا أو ما نموجود لا يشارع له كتأثير جانبي في الحالات لذكرت الأسترازينيكا فلا لا يوجد أي حاليا استطباب لإعطاء الأسبرين لأي إنسان قبل اللقاح بعد اللقاح ليس له أي تأثير إذا الإنسان صار عنده تأثيرات جانبية اللي ذكر الدكتور يحيى اللي هي الألم في مكان اللقاح أو الأتفاع الخرارة البطيط أو الألم هذا ممكن يعطى أسبرين أو نابروسين أو مضادات الاتهاب غير استيرويدي أو الفراسيتامول للتخفيف من الألم اليوم واحد بعد إذا صارت أنه الأراضي الجانبية بس للإشارة للزيادة لما ذكرت الدكتورة ميس حول موضوع فعالية اللقاح طبعا فعالية اللقاحات المتوفرة حاليا سواء كان اللقاح الصيني أو الروسي أو البريطاني أو اللقاحات الأمريكية ليست مية بالمية يعني مفروض صرنا نعرفها أن اللقاح تتفاوت فعالية بين الخمسين بالمية للخمسة وتسعين بالمية معناته في عنا قسم من الناس يلقحوا أو صار عندهم مناعة أو عطيناهم وقت كافي للمناعة بس ممكن يصابوا بإصابة خفيفة بالمرض فهذا أمر يعني لازم نعرفه قسم الناس اللي رح يعطى اللقاح حتى لو عطيتهم أربع أسابيع أو ست أسابيع ممكن يصابوا إصابة خفيفة بالفيروس بس كل اللقاحات المتوفرة حاليا أثبتت الدراسات حتى الآن أنها تمنع من الإصابة الشديدة يعني الإصابة التي تستوجب الدخول إلى المشفى وتمنع من الموت طبعا الموت غير قابل للعكس التأثيرات الجانبية للقاحات تأثيرات احتمالية وكلها يتقابل للعكس فإذا خير الإنسان بين الموت أو بين اللقاح طبعا مفروض أن يختار اللقاح وأي لقاح متوفر هو لقاح جيد كما ذكر التقرير نعم طيب الدكتور هذا السؤال أيضا يتكرر يصاب شخص ربما لا يحتاج لدخول المسجفى أو ربما أنه دخل المسجفى وقد من الله عليه بالشفاء ما هي المدة التي يجب أن ينتظر قبل أن يتلقى الجرع الأولى من اللقاح يعني هناك تفاوت شهر أو تاتة أشهر أو حتى يكتسب المناعة الطبيعية أو حتى تتشكل الأجسام المضادة في الجسم قبل أن يذهب لتلقي الجرع الأولى من اللقاح نعم سؤال مهم جدا لأنه عدد كبير من الذين أصيبوا يتصلون بنا وأنا كنت وأنا كنت يوم الأحد الماضي في مركز للتلقيح وتقريبا لقعت أربعة أشخاص في يوم واحد فعدد كبير منهم يقول لك أنا أصيبت متى أتلقى اللقاح نحن في فرنسا قررنا أن نلقح كل من أصيب ينتظر ثلاث أشهر حتى نرى نترك الفيروس يخلص منه نهائيا وكذلك حتى تكون الأسام مضادة ضد الفيروس تكونت وتكونت بشدة وبعدد مرتفع وطالت في المدة فحتى نترك هذا لأنه إذا لقحنا إنسان وهو منذ أسبوع وصين فلم تكن له الأسام مضادة التي هي ضد الفيروس وربما نحن نظر لخبرتنا من أصيب بالفيروس هو أحسن من الذي يتلقح لأنه الذي أصيب بالفيروس سوف يكون أسام مضادة ضد كل مكونات الفيروس ضد البروتين الغلافية ضد البروتين الحمض وحتى ضد مكونات وأنظيمات بينما الذي يتلقح باللقاح الذي مكون إلى بروتين آس الغلافي فيكون عنده أسام مضادة الغلاف فربما من أصيب سوف يكون محمي أحسن من الذي يتلقح وهذا نحن أردنا أن نقول كل من أصيب وهو كبير السن وهم مرضى مزمنين عليهم أن ينتظروا الثلاث أسر حتى يقلهم اللقاح من جديد وما هي فائدة اللقاح فائدة أن يعطيهم أسام مضادة تعيد الذاكرة الخلايا اللفوية باء الذاكرة التي تتذكر مكونات هذا الفيروس فسوف تنتج من جديد أسام مضادة قوية لتحميهم لمدة سنة أو سنتين إن شاء الله لكن الشبان العاديين الذين ليس لهم مرض فأنا بالنسبة لي لا دعي حتى نتلقيه حتى نرى لأننا لا نعرف حاليا ولا واحد في العالم يستطيع أن يقول من علماء الفيروسات أو علماء العدوى أن يقول هذا الفيروس سوف يكون موسمي مرينا بكل فصول منذ سنة 2019 إلى 2021 مرينا معها الفيروس بكل الفصول واليوم يتغير وأوروبا كنا ننتظر أنها سوف تشوى وتعفى من الفيروس فهي في أعلى مستوى المنحني اليوم 30 ألف حالة في فرنسا إيطاليا كما ذكر الأستاذ ماهر تغلق زاهر تغلق ألمانيا تغلق غدا فنحن في حاجة إلى المغزيل من التلقيح ونلقي حتى الخاصة المرضى المزمنين إذا أصيبوا من بعد ثلاث أشهر يكون هذا مفيد لهم إن شاء الله دكتورة مايس التقارير كثيرة تتحدث أنه بعد الشفاء ربما البعض سوف يستمر يعاني من بعض الأعراض التي ستبقى معهم ربما لأشهر تعب ضعف عضلات مستمر أرق صعوبة في النوم قلط اكتئاب انخفاض في وظائف الرئاء هنا ماذا ينصح ربما للتقريد من تلك الأعراض التي تل التعافي وبالتالي أن لا يكون لها أداء ذلك الأثر المستمر لمدة أطول ماذا ينصح أن يراقب بعد التعافي هذا ما نسميه المتلازمة الكوفيد التي هي عبارة عن مجموعة من الأعراض ممكن توصل ل55 عراض وما في أي اثنين متشابهين ممكن شخص يكون عنده عراض واحد شخص ثاني يكون عنده أكثر من عراض وبعض الأعراض تكون شديدة مثلا أنت تليه في الرئاء لكن بعض تكون أعراض في معظمة عصبية يعني بيكون عنده شخص ضبابية في الدماغ ممكن يكون عنده تعب عضلي شديد فما ممكن نعمم يعني كل حالة لازم نظر إليها بشكل دقيق وطبعا مثل الكوفيد أيضا ما في عنا علاج واحد لكل الحالات أو لكل المراحل كل مرحلة بننظر إليها بشكل دقيق يعني ممكن بعض الأشخاص مثلا يستفيدوا من أخذ الكورتيكوستيرويد بعض الأشخاص يستفيدوا من أخذ مضادات التحسس مضادات الإستامين في عنا بعض الأدلة إنه ممكن بعض نوع من مضادات الاكتئاب ممكن يكون مفيد في موضوع بعض أعراض الكوفيد لكن الشيء الأساسي اللي بنرجع إليه بعتقد طبعا هي تقريبا نسبته 10% من الأشخاص وممكن يستمر حتى أكثر من 8 أشهر لكن الشيء اللي بنعرف حتى الآن إنه بيصير عند النساء أكثر من الرجال وهي اللي بنعرف إنه بيصيب الحالات ليس فقط إنه الشخص اللي كان مصاب بالكوفيد بشكل شديد وإنما الشخص اللي كان مصاب بشكل متوسط يعني الأعراض اللي عنده كانت متوسطة الشدة فهدول أيضا من الفئة اللي بيظهر عندهم اللون كوفيد بيعتقد طبعا إنه حسب آخر دراسة إنه هذا الشيء له علاقة بالنسبة الأجسام مضادة يعني بيكون عندهم الأشخاص كمية الأجسام مضادة بالأصل ضعيفة وتحفيز جهاز المناع متأخر بهدول غالبا بيكون عندهم اللون كوفيد لذلك نحن نرجع للأصل إنه أولا الوقاية والشيء الثاني باللقاح لأنه أيضا فيه عندنا دراسة وإن ما كان العدد كبير لكن نظرة الدراسة على الأشخاص اللي أقضوا اللقاح بالنسبة اللون كوفيد بعد من أشهر وشافوا إنه بالنسبة لللقاح ممكن يساعد في التخفيف من بعض الأعراض عند اللون كوفيد طبعا هون بس بحب أنه ضعيفة على الشيء أيضا تفضل فيه الدكاترا الشيء اللي الكتير للأسبوع لكن إذا نحكي بعد أشهر هل الشخص ممكن يصاب بالمرض لو أخذ اللقاح من ناحية المبدأ كما أشار الدكتور أكيد لأن اللقاح لا ينفع على 100% لكن الغاية من اللقاح أنه يجعل الإصابة خفيفة هاي هو كل المبدأ أو يمنع الوفيات أو يمنع الإصابة الشديدة وبالنسبة للأشخاص الذين تعافوا دائما مثل لقاح فايزر وفي عنا أيضا لقاح مودرنا أن الأشخاص الذين تعافوا إذا أخذوا جرعة واحدة فهي بتكفي يعني ممكن بتأدي حسن الأرقام إلى زيادة الأجساء مضادة بمقدار ألف ضعف فاللقاح يشتغل كأنه عبارة عن جرعة داعمة للشخص اللي يعطوا إصابة سابقة معززة السببب البسيط أنه هذا سؤال متكارن لأنك ممن أمن الله عليهم بالشفاء وعنيت من موضوع فقدان حسن الشم وتأثرت ربما حسن التضوء اللقاح ما بعد الإصابة ربما يخفف من الأعراض المستمرة أو يحد منها ماذا من جواب يمكن أن يكون لذلك سؤال ذكر حقيقة ولا أعتقد أن لدينا حاليا جواب له لازم ننتظر فترة لحتى نشوف الناس الذين أعطوا اللقاح وأصيبوا إصابة قفيفة إذا كان لديهم نسبة الناس الذين لديهم أعراض مزمنة نفس نسبة الناس الذين لديهم أعراض مزمنة يعني بعد الإصابة بالفيروس الحقيقي طبعا نظريا ممكن حاليا بس للزيادة على ما ذكرته الدكتورة ميس موضوع المتلازمة ما بعد الكوفيد يعني الأعراض المزمنة بعد الكوفيد حاليا في دراسات كثير يتجرى عليها في أن في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت عيادات بيسموها ملتي ديس بلانري يعني متعددة الإختصاصات بمعالجة المرضى الذين أصيبوا بالكوفيد وصالت عندهم أعراض مزمنة سواء كانت أعراض مزمنة تنفسية أو عصبية أو في المفاصل أو نفسية أو ما إلى ذلك في حيث أن يكون مختصين في عدة مجالات أمراض صدرية الأمراض القلبية الأمراض العصبية النفسية المعالج الفيزيائي يعالجون هذه المرضى وبالمناسبة أحد اختلاطات متلازمة الكوفيد هو الخثار الوريدة والصم الرئوية التي ذكرته في البداية كاحتمال تأثير جانب محتمل للأسترازينيكا يعني المرضى الذين أصيبوا بالكوفيد نسبة إصابتهم بالخثار الوريدة والصم الرئوية التي قد تؤدي إلى الوفاة احتمال أكبر فإذا كان الإنسان أصيب وبعدين صار عنده زلة تنفسية ممكن يكون سبب الخثار الوريدة والصم الرئوية ولازم طبعا يراجع المستشفى للعلاج الأمرين لازم المفروض التنبيه إلى أنه الأمر الأول أنه تطرق إلى الدكتور يحيى بالفيروسات السابقة أنه تصير في تحور بالفيروس يكون تحور إلى مرض أخف الذي نرى حاليا في فيروس الكورونا وهذا أمر مختلف عن الفيروسات السابقة أن التحور إلى مرض أشد أكثر انتشارا وأكثر فوعا فهذا طبعا أنا ما بدي يهدب بالذعر بين الناس مثير للقلق لهذا التحور وهذا مفروض أن يشجع الحكومات والدول والناس على أخذ اللقاح أن هذا الطريق الوحيد لحماية النفس من التحورات الأكثر فوعا التي قد تؤدي إلى أكثر انتشار للفيروس وإلى أكثر انتشار للمرض هذا أمر الأول والأمر الثاني أن اللقاحات مثل ما ذكرنا كل ياتا ممكن تحمي من الفيروسات الجديدة المتحورة والمفروض يصير في تسابق حول هذا الموضوع وللأسف في بعض الدول تأخرت بما فيها الدول الأوروبية بإعطاء اللقاحات لشعوبة وهذا أمر طبعا مؤسس أنا أشكرك من شيكاغو الدكتور محمد زاهر سحلول أستاذ الأمراض الصدرية والعناية المركزة ورئيس منظمة ميد جلوبل الأمريكية أشكر كذلك من لندن الدكتور مايس عبسي الأكاديمي والباحثة في علم الأدوية واللقاحات من ليون الفرنسية الدكتور يحيى مكي رئيس قسم الفيروسات التنفسية والسرطانية بالمحهد الطبي الفرنسي شكرا لكم جميعا